أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نحل فيها درس الحركة الدائرية من بنك الأسئلة أولا المصطلح العلمي حركة الجسم على مسار دائري حول مركز دوران مع المحافظة على مسافة سابتة منه تتعريف الحركة الدائرية أول ما بدأ بدأ بالحركة تتعريف الحركة الدائرية بعد كده طول القوص المقطوع خلال وحدة الزمن تتعريف السرعة الخطية V أو السرعة العددية أو السرعة المماسية مقدار الزاوية بالرديان التي يمسحها نصف القطر في الثانية الواحدة لتعريف السرعة الزاوية اللي هي الأمجة أو ممكن نسميها السرعة الدائرية أو السرعة الدورانية تغير السرعة الزاوية خلال وحدة الزمن تغير السرعة الزاوية خلال الزمن أربعة وسبعة لتعريف هي تغير السرعة على زمن يبقى العجلة هنسميها العجلة الزاوية سيتا ضبلداش العجلة الزاوية سيتا ضبلداش أو سيتا شرططيا الزمن الذي يستغرقه الجسم ليدور دورة كاملة اللي هو الزمن الدوري تي كابتل تغير السرعة المتجهة بالنسبة للزمن اللي هي العجلة الخطية اللي هي السؤال الثاني ضع علامة صحة أمام العبارة الصحية ولامة خطأ أمام العبارة الغير صحية عندما يتحرك جسمي في مسار دائري بسرعة سابتة القيمة أو المقدار تكون حركة الدائرية منتظمة صح حركة الدائرية المنتظمة شرطة أن تكون السرعة سابتة المقدار والمقصود بالسرعة أن الفي سابتة المقدار والأمجة سابتة المقدار تكون منتظمة حركة الأرض حول الشمس هي حركة دائرية محورية أو مغزلية فقط غلط حركة الأرض حول الشمس هي حركة مدارية لأنها تدور حول محور خارجي أما دوران الأرض حول نفسها فهو دوران محوري أو حركة محورية أو مغزلية الجسم الموضح بالشكل المقابل يتحرك على مسار دائري ومتجهات هنا تمثل السرعة الخطية فتكون حركة الجسم حركة دائرية غير منتظمة هنا العبارة خاطئة في الحركة الدائرية المنتظمة المقدار سابت مقدار السرعة سابت ولكن الاتجاه يتغير هنا طول الأسهم واحدة فالمقدار سابت بس الاتجاه يتغير فهتكون هنا حركة دائرية منتظمة يعني نشير كلمة غير منتظمة صاح تكون منتظمة رقم أربع الرديان وحدة قياس السرعة الخطية في الحركة الدين المنتظمة غلط الرديان هو وحدة قياس الإزاحة الزاوية اللي هي سيتا أو دلتا سيتا رقم خمسة كلما زادت السرعة الخطية في الزمن الدوري تي يقل طب أنا أعرف صح كيف نحن عندنا علاقة الفي بالسويتو باي آر على الزمن الدوري فهنا فعلا علاقة عكسية كلما زادت السرعة قل الزمن الدوري للحركة يبال عبارة صحيحة رقم ستة السرعة الممسية اللي هي الفي اللي هي نفسها الخطية اللي هي نفسها العددية تتناسب طرديا مع السرعة الدائرية أمجة العبارة صحيحة ونصف القطر كمان تناسب طرد مع الأمجة ومع الأر رقم سبعة تتناسب السرعة الخطية اللي هي فيه برضو تناسبا عكسيا مع الزمن الدوري لسه قيلينها فوغ فسوين قالت تتناسب يبدأه فعلا السرعة الممسية والخطية والعددية تتناسب عكسيا مع الزمن الدوري عند سباة نصف القطر العبارة صحيحة الشكل المقابل عندنا قرتان إي وبي مربطتان في خط واحد بي دور حول محور سي فهنا السرعة الخطية وحدة لا هنا نصف القطر هنا الـ VE الـ R E أكبر من الـ R B والسرعة الخطية تعتمد على نصف القطر ولذلك الـ VE أكبر من الـ VB يبقى العبارة خاطئة لأن هنا غير متساوية الـ VE أكبر من الـ VB أما الأمجة الأمجة E تساوي الأمجة B لأن الـ 2 بيدوروا نفس العدد من الدورات في وحدة الزمن والسرعة الزوية لا تعتمد على نصف القطر فهنا الأمجة نفسها أما الـ V مختلفة رقم 9 أثناء دوران إسطوانة التجيل الموضحة بالشكل المقابل حول محوى الرأسي تكون السرعة الخطية لعلبتان متساويتين هنا الـ R E أكبر من الـ R B فالـ VE أكبر من الـ VB فهتكون غير متساوية لسه جايلينا في نفس السؤال بيقولنا السرعة الزوية متساويتان هتكون العبارة صحيحة لأننا قلنا السرعة الزوية لا تعتمد على نصف القطر ولكن تعتمد على عدد الدورات في وحدة الزمن والإثنيان بيدوروا نفس عدد الدورات في وحدة الزمن لو دارت دي مثلا 50 دورة في السنة ده تلف 50 دورة في السنة أو 50 دورة في الدقيقة فالأمجة هتكون متساوية أما الـ V حق الإي أكبر من الـ B الأمجة الـ إثنيان متساويتان رقم 11 تنعدم السرعة الخطية الممسية العددية عند مركز المسطح الدائري ولا تتلاشى السرعة الزوية العبارة صحيحة تنعدم السرعة الممسية عند المركز لأن الأر بيجد بصفر أما السرعة الزوية لا تتلاشى لأنها تعتمد على عدد الدورات في وحدة الزمن وليس مين وليس نصف القطر زي المروحة بتاع الزمان اللي هي أربع رياشة أربعة الرياش لو شنا الرياش دي يعني كان شنا نصف القطر هيقعد العمود بيلف حول نفسه ففيه سرعة زوية بس ما فيش سرعة خطية يتحرك جسمه على مسار دائري نصف قطره الار هنا عيبه باثنين من عشرة نقسم على مية فإذا كان زمنه الدوري تي كابتل فعاوز السرعة الخطية أنا لسه جايل إن الفي تساوي تو باي ار على تي يعني تو باي نضرب اثنين من عشرة على اثنين هتطلع معنا بكام هتطلع كإنها هنا اثنين مع الاثنين هتطلع معنا باثنين من عشرة باي اثنين من عشرة باي اللي هي تقريبا هتطلع برقم غردة بزيرو بوينت ستة اثنين تمانين يب احنا هنا تبقى العبارة خاطية رقم 13 يتحرك جسمه حركة دائرية منتظمة ويعمل دورة واحدة كل سنية فإن سرعته الزاوية الأمجة تسوي تو باي إن على تي أنا بفضل القانون ده تو باي الإن دورة واحدة تي واحد سنية فتطلع معي اثنين باي بالعبارة صحيحة في ناس هتجيب التردد واحد على واحد بواحد وتعود بتو باي اف يمشي الحال فدي صح ودي صح رقم 14 الجسم المتحرك على مسار دائري حركة دائرية منتظمة تكون حركته بعجلة سابتة المقدار في اتجاه مركز الحركة دائرة دائما العبارة صحيحة في الحركة الدارية منتظمة العجلة الممسية تسوي صفر لأن السرعة الخطية سابتة المقدار والعجلة الزاوية تسوي صفر لأن السرعة الزاوية سابتة المقدار هيتبقى عجلة واحدة اسمها العجلة المركزية لمقدارها سابت تعتمد على اتجاه السرعة الخطية وليس المقدار واتجاهها نحو المركز فلما يقول لك أن فيه هنا حركته بعجلة سابتة المقدار نحو المركز أقول العبارة صحيحة اللي هي العجلة المركزية الجسم المتحرك على مسار دائري حركة دائرية منتظمة تكون عجلاته الممسية تسوي صفر العبارة صحيحة لأن المقدار السرعة الخطية سابتة القيمة المقدار سابت العجلة المركزية الجسم يتحرك على مسار دائري سابت نصف القطر تتناسب طرديا مع مربح سرعته الممسية العلاقة إي سي بالسو في تربيع على آر فعلا تتناسب طرديا مع الفي تربيع مربح سرعته الممسية وكمان مربح سرعته الزاوية يمشي الحال الجسم متحرك على مسار دائري بحركة دائرية منتظمة تكون عجلة الزاوية تسوي صفر العبارة صحيحة 100% اللي هيه لو قل لك علل أقول لأن السرعة الزاوية سابتة القيمة أو المقدار الزمن الدوري يتناسب طرديا مع التردد الكلام ده غلط يتناسب عكسيا خدناه من السنة اللي فاتت أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبا عندما يتحرك جسم على مسار دائري ويقطع أقواص متساوية في أزمانة متساوية فإن سرعته العددية أو الخطية أو الممسية تكون سابتة المقدار انتظمة المقدار تتغيرش عندي هنا تصنف الحركة الدارية إلى نوعين حركة محورية لما يدور الجسم حول محور داخلي أو اسمها مغزالية وبتكون حركة مدارية لما الجسم يدور حول محور خارجي تعال نشوف المسألة دي لقم ثلاثة يتحرك عقرب الثواني في الساعة الموضحة بالشكل المقابل وطوله طول هو اللي يمس نصف القطر طول العقرب ده اللي هو نصف القطر سوى ده أو ده بالاتجاه الدائر السالب بالاتجاه الدائر الموجب اللي هو عكس عقارب الساعة السالب يعني مع عقارب الساعة يبقى يمشي كده من اتناشر لتلاتة ويقطع خلال ذلك قوصا يعني عاوز الاس سوى كام هو يتحرك من اتناشر لتلاتة هنا هو مدينا السالب لو في الاتجاه الموجب نقول من تلاتة لاتناشر لو اتجاه السالب من اتناشر لتلاتة اتناشر هنا لتلاتة قطع كام دورة الزاوية قطع زاوية تسعين درجة تسعين درجة نحولها بالرديان نقول تسعين في باي على مية وتمانين اتطلع ب باي على اتنين رديان بعدين عاد اجيب بياه طول القواس اللي هو اس طول القواس اللي هو اس سنقول لالاس بالساوي السيتا في الار السيتا ضرب الار السيتا ب باي على اتنين في الار باتنين اتنين اتنين نقص اتطلع معنا ناتج بباي لانه اقلب الصنط فما حولتش بباي او تلاتة فاصلة اربعتاشر سنتيمتر دي او دي عما لو اقلب مثلا من اتناشر لتلاتة بس بالاتجاه الموجب يعني كان عكس عقارب الساعة اتجاه الموجب كنا ناخدها تلاتة ربع دورة الزاوية هنا تبقى امتين وسبعين درجة تلاتة باي على اتنين لو اقلب الاتجاه هي من اتناشر لتلاتة بالاتجاه اللي هو الموجب والانه قل السالب فربع دورة وقل الموجب كانها تبقى تلاتة ربع دورة اللي هي تلاتة باي على اتنين اللي هي امتين وسبعين درجة رقم اربعة بيقول السرعة الممسية في تتناسب مع السرعة الزاوية تتناسب قلنا ترضيا اتكررت اذا زاد نصف القطر ار للمثلي يعني زاد مرتيا الار فان سرعته الخطية يحصلها تزداد للمثلي تزداد الى المثلي او المثلين لو جغلك السبب اقول لان السرعة الخطية او الممسية تتناسب طرديا مع نصف القطر عند سبوت بقية العوامل رقم ستة متجه العجلة المركزية في الحركة الدائرية يكون اتجاهه دائما عمودي على متجه السرعة الممسية اللي اتنين متعمدين مع بعض الممس وده ناحية المركز تردد الجسم المتحرك حركة دائرية منتظمة تناسب عكسيا مع زمنه الدوري جسم يتحرك على مسار دائري بسرعة زاوية اللي هي اومجة فان زمنه الدوري تي احنا عندنا الامجة بالساوي تو باي على الزمن الدوري يعني الزمن الدوري تو باي على اومجة يعني تو باي على باي على اربع عندنا الباي تضيع مع الباي والربع يطلع فوق هيطلع بتمانية ثمان ثواني الزمن بثمان ثواني او يحسبها تأكد منه الشكل المقابل بيقول للعجلة الزاوية هنا عندي دابليو في الحالة الاولى دابليو في الحالة التانية تنردين على السنة تنردين على السنة احنا عندنا نعاوزين العجلة الزاوية اللي هي السيتة الضبلداش دلتة اومجة على دلتة الابتدائي والنهائي نسميها واحد اثنان او ستكون اثنين ناقص اثنين على صفر على دلتة اين اثنين ناقص اثنين بصفر صفر على اي مقدار يبقى تطلع الناتج كله بصفر لان هنا السرعة الزاوية سابتت المقدار فالعجلة الزاوية تسوي كام صفر وكان دي حركة دائرية ممتازمة السؤال التاني اختار الإجابة الصحيحة اذا دار جسمه على مسار دائري وماسح زاوية تلاتين درجة فان الزاوية بالرديان دي ممكن تبقى حفصة بباي على ستة طب مش حفصة اكتب التحويل تلاتين في باي على مية وتمانين للتحويل من الدرجات الى الرديان لو حفصة اخترها على طول نعيش على احد قواكب المجموعة الشمسية اللي هو الارض وهو في حالة حركة دائمة ينتج عنها كثير من الزاوار الطبيعية مثل تعاقب الليل والنهار تعاقب الليل والنهار دي بسبب حركة الارض حركة مغزلية او محورية لانه بيدور حول نفسه فيسبب تعاقب الليل والنهار ولو دار حوالين الشمس حركة مدارية وينتج عنها الفصول الاربعة اذا كان طول القواس اس الجسم يتحرك حركة دارية منتظمة الار عاوز الازاحة الزاوية ليه سيتا بالرديان السيتا بسوي الاس على الار اثنيان فاصلة زيرو تسعة تلاتة على الواحد هيطلع نفس الرقم رديان لو عملت باللحظة بجرب باي على اثنين شوفها بكام باي على اربعة بكام هي تطلع بكام تطلع بثلاتة باي على اثنيان وتأكد من الإجابة تطلع معاك بياه بثنيان بوينت زيرو تسعة النسبة بين السرعة الخطية للجسم الأول اللي هو الفي اي الى السرعة الخطية للجسم الثاني في بي هنا بيعتمد على نصف القطر نصف القطر بتاع الاي اقل من البي والاتنين متساوي يعني ده لو ده واحد المسافة كلها ده كام اثنين فهنا الفي اي اقل اعتبرها واحد الفي بي هي الاكبر اعتبرها اثنين نسبة واحد الاثنين اللي في بنساوي بعض فده لو ده من الاي للسي واحد اعرف هنا من الاي للبي نفسها واحد طب من الاي للسي للمركز ضابل هذا واحد واله واحد يبقى اثنين فاحنا هنا كان السرعة الخطية عند الاي أقل واحد والسرعة الخطي عند البي اكبر كده مراتين يبقى اثنين يبقى نختار نسبة واحد الاثنين انه هو بدأ بالاي ثم ثم البي أما السرعة الزاوية السرعة الزاوية متساوية لو قال لك أمجة إي إلى أمجة بي يقول له 1 إلى 1 لأنه لا تعتمد على نصف القطر يدور لاعب هو متزلج على الجليد نصف قطره دي الأر بسرعة زاوية أمجة عاوزين الفي نحن قلنا الفي تساوي الأمجة في الأر الأمجة بستة من عشر الأربع عشر يطلع معاك الناتج بستة ستة متل على الثانية السرعة الممسية أو العددية أو الخطيش رقم ستة في لعبة دوارة الخلخة شبية هي هي العلاقة بين الفي ونصف القطر علاقة طردية عند سبوت بقية العوامل وحتى لو قلنا الأمجة يقول لك علاقة طردية عند سبوت بقية العوامل في الحرقة الدارية المنتظمة السرعة الممسية قلنا سابتة المقدمة لإخدار متغيرة الاتجاه في الحركة الدائرية المنتظمة أفضل مخطط تمثل العلاقة بين متجه السرعة الخطية في والعجلة في الحركة الدائرية المنتظمة طبعا العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة هي عجلة مركزية نحو المركز فتكون متعامدة على السرعة الخطية فنختار هنا المتعامدة فما ينفعوش الاتنين مع بعض فالعجلة المركزية نحو المركز وده عمودة على تسعين درجة اللي هي السرعة الممسية أو العددية أو الخطية حجر مربوط في طرف خيط طول وهذا نصف القطر يدور في مستوى أفقي محدثا 25 دورة خلال 5 ثوان فإن السرعة الزاوية أمجة طبعا أنت ممكن تحل على خطوة T أو خطوة 1 أنا بحل على خطوة 1 إزاي؟ أمجة بالساوي 2 باي N على T إن على T اللي هو التردد نجيبها في خطوة 1 2 باي ال N بخمسة وعشرين على خمسة خمسة وعشان خمسة فيها الخمسة خمسة في اتنين بعشرة عشرة باي عشرة باي اللي هي تقريبا هتطلع 31.4 تأكد منها تتحرك جسم حركة دائرية منتظمة في مسار دائري نصف القطر هنا بالصنط إقسم يبقى يطلع بواحد زمنه الدوري T عاوزين السرعة الخطية لسا واخدين زيها الفي بالسوية 2 باي R على الزمن الدوري 2 باي في واحد على الزمن الدوري اتنين هتطلع بالباي 3.14 تأكد منها بدلالة الباي عندما تدور مروحة بسرعة زوية دي الأمجة فإن زمنها الدوري T نحن لسا قيلين هالأمجة بسوية 2 باي على الزمن الدوري هتعوض 60 باي سوية 2 باي على T نضيع الباي مع الباي وإنه يطلع دي فوق ونزل دي تحت تطلع تي بواحد على 30 S أو بالألحاث بحسبها شوف أتأكد منها 1 على 30 بايان يمس علاقة بين التردد والزمن الدوري هي علاقة عكسية بس هناك عكس خالص ففي طردة ناخد مقلوب الزمن الدوري أما نخلي مقلوب هي تتحول العلاقة أهل طردية جسم يتحرك على محيط دائرة إلى R بواحد بسرعة من السيافية عاوز العجلة المركزية سهلة لإي سي اللي هي فيه تربيع على R 2 تربيع على 1 يعني نختار 4 ربط حجر في خيط طوله ده أنا يمس نصف القطر وأديره في وضع أفقي فكان زمنه الدوري T عاوز عجلته المركزية طبعا هنا هنمشي على خطوطيا مش على خطوة واحدة أولا أنت تجيب الفي أو الأمجة اللي يعجبك هنجيب الفي هتساوي 2 باي R على T 2 باي الR بكام 4 من 10 على T ب2 من 10 هتطلع معانا الV بكام تقريبا ب 4 باي متر على السنة بعد كده أجيب الأي سي V تربيع على R يبقى 4 باي الكل تربيع على نصف القطر بكام 4 من 10 سيطلع معانا بـ 40 باي تربيع اللي هو الرقم يطلع معاك 394.7 8 إن تجرب بالآن الحاز بكل الأرقام هتطلع معاك الناتج الأخير 40 باي تربيع جسمي يتحرك في مسار دائري أفقي نصف قطره دا الـ 1 متر بسرعة سابتة المقدار والرسم البياني للعلاقة بين الـ N والزمن T بالسنة عاوزين العجلة المركزية والسرعة الممسية عاوزين السرعة الممسية اللي هي V هنحسب الـ V من القانون اللي أنا بفضل أنت ممكن تحسبه بأي طريقة 2 باي R N على T الـ N على T اللي هي التردد فأنا بحسبه في خط واحد 2 باي R بواحد الـ N خد N مثلا وليكن عندك هنا خد أربعة مع اثنين مثلا أربعة الزمن المقابل اثنين هتطلع معانا الـ V بيساوي 12 خمسة ستة متر على السنة فأواحدة من الاثنين الأولينين يعني دول غلط يب واحد من الاثنين اللي فوق طيب ناخد عادية العجلة المركزية الـ E C الـ E C V تربيع على R طيب الـ V 12 بوينت خمسة ستة تربيع على الـ R بواحد هتطلع معانا بكام هتطلع معانا مية سبعة وخمسين فاصلة واحد وتسعين يبقى هنختار الاختيار رقم واحد اللي هو 12 فاصلة خمسة ستة و مية خمسة وسبعين مية سبعة وخمسين فاصلة تسعى الاختيار رقم واحد رقم ستاشر الشكل يمثل لعبة العجلة الدوارة اللي هو الشكل اللي في مدينة المفازة جلس طفلان في مكانين مختلفين بحيث كان بعد الأول الطفل الثاني ضعف الأول يعني آر اثنيا كدل آر واحد مرتين عندي نحن هنا ودارت اللعبة بسرعة سابتة فإن النسبة بين السرعة طبعا سرعة سابتة اللي هي السرعة الزاوية الأمجة فإن النسبة بين السرعة الممسية للطفلين V1 على V2 إلى V2 ال V1 هو أقل لأن نصف القطر بتاعه أقل ده هنبين نعتبره آر ده 2 آر هنضيع الاربع على الار هتقعد واحد على اثنين يبا ننسبة واحد إلى اثنين يعني ده لو سرعته واحد ده سرعتها تبه اثنين ده لو سرعته عشر ده يبا سرعته عشرين يبا نختار واحد إلى اثنين طي بعد كده بيقول في السؤال السابق برضه تكون النسبة بين العجلة المركزية للطفلين العجلة المركزية هنا هتختلف لأن العجلة المركزية تحتمد على مين على ال V وعلى ال A فلو قلت علاقة التناسب E1 على اثنين هتوب V1 تربيع على V2 تربيع لأن التناسب تردم مع مربع السرعة الخطية وعكسان مع نصف القطر R2 على R1 هتعال نمشيها علاقة التناسب V1 تربيع اعتبرها بواحد تربيع ضرب R2 اعتبرناها كده R1 مرتين عندي نحن هنا ال V2 قلت هي 2 وربحها وال R1 هي اعتبرها R1 تربيع هي اقول لها اتنين R وDR ضيع ال R مع ال R وعندنا احنا هتقعد هنا واحد تربيع بواحد اتنين تربيع بأربعة يبا تبا واحد عندنا واحد على اربعة بس في اتنين فوق لسه يبا احنا هنا اتنين معدها تطلع بواحد على اثنيين يبا نسبة E1 على E2 هتكون واحد على اثنين برضو نرجحها تاني العجلة المركزة تتنسب طردان مع ربع السرعة الخطيبة E1 على 2 V1 تربيع على V2 تربيع نصف القطرة عكسية طيب ال V1 هاي بواحد بس ربح V2 اثنين تربيع ال R2 اللي هي باثنين R وال R1 اللي هي R بس طيع ال R مع ال R هيبقى فوق 1 تربيع في 2 باثنين وتحت أربعة يبقى 2 على أربعة بنص يبقى نختار نص السؤال الثالث قارن بينه الحركة الدائرية المحورية او المغزلية من حيث التعريف ايه تعريفة حركة جسم عندما يدور حوله محور داخلي يعني المحور داخل الجسم زي دوران الارض حول نفسه حركة المدارية حركة جسم عندما يدور حوله محور خارجي يعني المحور مش لازق في الجسم زي دوران الارضة حولين الشمس السرعة الممسية طول القوص المقطوع خلال وحدة الزمن اما للسرعة الزاوية او الدائرية مقدار الزاوية بالرديان التي يمسح نص القطر في السنية الواحدة واحدة او عدد دورات في وحدة الزمن العجلة الخطية تغير السرعة المتجهة خلال وحدة الزمن قانونها قانونها الاي متجه دلتا في متجه على دلتا تي اما العجلة الزاوية اللي هي سيطة ضبل داش تغير نفس الكلام تغير السرعة الزاوية خلال وحدة الزمن سيطة ضبل داش دلتا اومجة على دلتا تي اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من مقدار السرعة الممسية او الخطية او العددية القانون الاساسي بتاعها الفي بيسوي اس على تي يبقى هنقول طول القوص اس على الزمن تي ممكن نجيب له عوامل تاني نصف القطر والزمن الدوري اللي هو من القانون تو باي ار على تي كابتل او ممكن نقول نصف القطر والتردد تو باي ار في الاف او ممكن نقول السرعة الزاوية والسرعة السرعة الزاوية والنصف القطر فعوامل كثيرة بس احنا جايبين هالعوامل من القانون الاساسي مقدار العجلة المركزية الاسي بالساوي في تربيع على ار او اومجة تربيع ضرب ار او الفي في الامجة يمشي الحال تتوقف عليه السرعة الخطية في او الزاوية اللي هي الامجة كمان نصف القطر اللي هو ار العجلة الزاوية اللي هي سيتا ضبلداش دلتا اومجة على دلتا تي اللي هو نقول التغير في السرعة الزاوية دلتا اومجة على الزمن دلتا تي من القانون من القانون الاساسي علل لما يأتي في اي نظام جاسي جاسي يعني صلب اجزاء متماسكة تقول لجميع الاجزاء السرعة الزاوية نفسها على الرغم من ان السرعة الخطية والممسية تتغير ليه لان هنا طالما نظام جاسي يبقى الاجزاء مترابطة مع بعض فيقول لكل الاجزاء نفس السرعة الزاوية لان نفسها معدلية الدوران يبقى نقول هنا لان لكل الاجزاء لان لكل الاجزاء نفس معدل الدوران وبالتالي نفس السرعة الزاوية اما السرعة الخطية تعتمد على الر نصف القطر وعلى الامجة فلما يتغير الاثنين دول تتغير من السرعة الخطية والممسية اما السرعة الزاوية بتتغير لان كل الاجزاء لها نفس معدل الدوران في نفس الوقت فيكون لهم نفس الامجة فتكون سابتة العجلة الممسية لجسم يتحرك حركة دارية منتظمة سو صفر بينما العجلة المركزية سابتة المقدار هنا مثلا كده 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 الاتجاه بيتغير فيا اللي يحصل فيكتسب الجسم عجلة مركزية اتجاه دائما باتجاه مركز مين الدائرة العجلة الزاوية في الحركة الدائرية تساوصف الامجة لان السرعة الزاوية سابتة المقدار وممكن تباير رؤك انت فاهم قوي سي تضب الاج دلتة اومجة على دلتة تي معنى سابتة المقدار يعني دلتة اومجة بصفر على دلتة يطلع الناتج كله بصفر فسر ما يلي كلما زادت سرعة الدوران اللعبة اللي هي الامجة كلما زادت السرعة المماسية لها اقول له لان السرعة المماسية اللي هي الفي تتناسب طرديا مع السرعة الزاوية اللي هي الامجة عند سبوت بقية العوامل اللي هي عند سبوت نصف القطر فكلما زادت الاولى تزيد التانية هناخد مسائل ذهب محمد وفاهدي الى المدينة الترفيهية وجلس على حصانين في لعبة دوارة الخيال التي تدور بسرعة دائرية منتظمة تساوي دورة واحدة في الدقيقة انت مالكش صراح بالكلام ده انت بص مسك دورة واحدة يعني عدد الدورات بواحد دورة كل تلاتين سنة وبالزمن تلاتين سنة ما يضحك شعلك وقولك سرعة دارية فتقول امجة فاذا علمت ان محمد يبعد عن المحور الدوران يعني ار هنا ونكتب جنبها محمد واحد ونص متر وار فهد ثلاثة متر يحسب معاوز السرعة الدارية لكل منهم احنا قلنا السرعة الدارية او الزاوية او الدورانية لا تعتمد على نصف القطر تعتمد على دورات وحدة الزمن هما الاثنين نفس على الدورات يبقى لأمجة واحد تساو لأمجة اثنين تساو يا تو باي انا بفضل قرن ده ان على ثلاثة عشان نجيبه في خط واحد اذا ما جيب تردد او زمن دور يبقى تو باي في واحد على تلاتين تطلع معانا بزيرو بوينت اثنين زيرو تسعة رديان على الثانية طيب عاوز السرعة الخطية الفهد احنا عندنا الفي تساو الامجة في الار طيب عندنا احنا هنا الفهد فاحنا نكتب الار لفهد الامجة لسابت زيرو بوينت اثنين زيرو تسعة ضرب الار حال لفهد تلاتة تطلع معانا بزيرو بوينت ستة اثنين تمانية متر على الثانية طيب لو كانت لمحمد اضرب واحد ونص طيب عاوز العجلة المركزية لمحمد الاي سي لمحمد الاي سي اعمل ازاي اه الاي سي انا عندي قانون للاي سي امجة تربيع ضرب الار بدل ما اجيب الفي كده الار هنا حق مين الار هنا قال لك محمد يبا نكتب هنا محمد عشر ما ننس الامجة سابت زيرو بوينت اثنين زيرو تسعة تربيع ضرب الار حق محمد واحد ونص هيطلع معانا الناتج ثانية تربيع فنركز المسائل سهلة بس تكون حافظ القوانين يدور جسم مربوط على محيط دايرة نصف قطرها نصف القطر اقسم على 100 تب 1.2 متر دا الار بسرعة زاوية كأنك ما شفتهاش سوي 90 دورة يببا لان 90 في الدقيقة اللي هي 60 ثانية طيب عاوز السرعة الخطية نحن نقدر تحلها بأكتر من قانون ممكن تجيب الف من الان والت او تجيب الزمن دا انا بحلها في خطوة 1 V اقول 2 buy R N على T انت براحت 2 buy R 1.2 في N 90 على T 60 ونطلع V هتطلع معنا V 11.309 متر على السنو عاوز العجل الممسي العجل الممسي هي بالسو صفر هي بالسو صفر عندنا لا لين السرعة الخطية سابتت المغدار في الحركة دا هي المنتظمة طيب والعجل الزاوية C D برضو صفر في الحركة دا هي المنتظمة الحجل ال العجل المركزية العجل المركزية Е C عندنا V يتوكل الله فيه تربيع على R 11.309 مربع عن نصف القطر 1.2 قطر معانا ب106.591 متر على السنية تربيع المسألة رقم 3 دراجة نارية نصف قطر عجلتها دونصف القطر R ونصف قسمت على 100 فإذا علمت أن العجلة قطعت مسافة اللي هي كأنها طول القص 31.4 متر خلال 10 سوان اللي هو تي 10 سنة المطلوب عاوز عدد الدورات الكلية للعجلة إحنا خدنا قبل كده أن الاس سوية السيتا في أياه السيتا في الأر السيتا في أين؟ في الأر هو الدورة الكاملة بالسوية 2 باي في الأر لو دورة واحدة أما لو عدد دورات فيه هنقل الاس بالساوي هنقل الاس بالساوي 2 باي في الأر يبقى الاس طول القص 31.4 هو هنا كنا نقول للس بالساوي سيتا في الأر على طول طيب لو في عدد دورة واحدة بس لو دورة طيب لو عدد دورات هقول لي الان في 2 باي يعني نشيل السيتا دي تو باي د دورة واحدة ونحط معها الان والأر تنزل زي ما هي طيب الان احنا عاوزينها في 2 باي سابتة في الار بكام بنص تطلع الان بالأر حسبة تطلع معاك تقريبا 9.9 تطلع عشرة دورة عشرة دورة طب نقدر نحلها بحل آخر نقدر نحلها بحل آخر فانا أنا معارفش القرن ده أجيب الفي العادي الفي بساوي الاس علي تطلع القوص لو تلاتة فاصل أربعة احنا لا واحد وتلاتين فاصل أربعة على التيب كام بعشرة هتتحرك العلامة تبها تلاتة فاصل أربعة احنا متر على السنة بعد كده أقول لك عوض في القوان اللي أنا بفضله تو باي ار ان على تي الفي انتا جبتها بتلاتة فاصل أربعة اش تو باي الار بكام بنص الان على التين اللي هو بعشرة بطريقة الفا اكس هتطلع الان بياه بعشرة او زي ما قلتلك خلاص لو قل لك عدد الدورات الكلية في الحركة هتقول الاس بتساوي تو باي ار في الان او الان في تو باي ار ماشي او تحلها تجيبها بالفي ومن الفي تجيب بياه الان عاوز السرعة الزاوية اللي هي الامجة السرعة الزاوية الامجة سهلة الامجة بتساوي في على ار انا جبت الفي من القانون جبتها بكم تلاتة فاصل اربعة تاشر على الار بنص هتطلع معنا بكم ستة فاصل اتنين تمانية رديان على الثانية طب في طريقة اخرى في طريقة اخرى الامجة بالسوية تو باي ان على تي بس هنا ما فيش ان ممكن نجيب الان هنا ممكن نجيبها بطريقة اخرى برضو نقول تو باي ان على تي تو باي الان بعشرة على التيب عشرة تطلع معكم باتنين باي اللي هي بالسوية ستة فاصلة تمانية وعشرين رديان على الثانية فباكتر من طريقة تقدر يهتجيبها طيب عاوزين العجلة المركزية الاسي الاسي برضو تقدر تحلها بقانونية اما تقول اي في تربيع على الار او اي سي اومجة تربيع ضرب الار لو جبناه بالفي اللي هي تلاتة فاصل اربعة عشر تربيع على نص قبول امجة ستة فاصل اثنان تمانية تربيع ضرب نصف القطرة بنصف هيطلع معاك النتجين سواء ده او ده تسعة تاشر فاصل سبعة سبعة واحد تسعة 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 سبعة واحد تسعة متر على الثانية تربيع يبا كل واحد حلناها بطرقتيان مختلفتين فانت شوف الاسهل ليك وحلها السؤال الاخير بيقول ان هنا يمثل الشكل التالت تصوير المتتال لحركة جسم ام على طاولة افقية حيث اخذت المواضح في فترات زمنية متساوية دي بخمسة من مية وكانت المسافة بين كل موضوعيا مثلا ام واحد وام اتنين كانت المسافة واحد سنطي اللي هو واحد من مية متر والزمن كان في المسافة دي وخمسة من مية سنين المطلوب عاوز مين المطلوب الاول عاوز السرعة الزاوية لجسم ام ممكن نجيبها باكتر من طريقة ممكن نقول القمجة السوسيتة على مين على تين دا القم اولان الوقت هنا لو الجسم دار دورة كاملة دي كام اتنين باقي طيب في الحالة دي لو دار دورة كاملة الجسم الزمن هيكون زمن مين زمن دوري زمن يا دوري طب الزمن الدوري هنا كام انا عندي بين كل مسافة ومسافة الزمن خمسة من مية ادي هنا زمن اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية فانا كاينة هقول خمسة من مية في تمانية ضيع طيب مين الزمن الدوري الزمن الدوري اللي هو احنا القانون كاينها تقول دي كاينها تو باي على الزمن الدوري تو باي ننزلها والزمن الدوري اللي هو المسافة دي هذه واحدة تنين تلاتة أربعة خمس ستة سبعة تمانية فكل زمن المسافة دي خمسة من مية وتحسبها يبقى اتنين باي على زيرو بوينت زيرو خمسة ضرب تمانية هيطلع معانا الناتج شوف الناتج تو باي على تمانية ضرب خمسة من مية هيطلع معانا الناتج بخمسة باي خمسة باي اللي هو بيساوي خمستاشر بوينت سبعة زيرو سبعة رديان على الثانية جبت البنك غير صحيحة المطلوب الثاني عاوز الإزاحة الزاوية عند انتقال الجسم من هنا نخلد في المركز من الام واحد للام اثنين عاوز الإزاحة الزاوية اللي هي سيتة أو دلتة سيتة طيب عندنا احنا هنا الإزاحة الزاوية هنجبها برضو من القانون الأومجة بالسوية سيتة على تي الإزاحة الزاوية هنا الأومجة طلعناها بكام بخمسة باي يساوي السيتة على الزمن يوم يتحرك من هنا الهينة خمسة من مية بس يوب السيتة ساوي كام لو عملنا ضربه تقاطعي هتطلع كمان ياه هنحسبه باله الحزب عندنا نضربها في خمسة من مية هيطلع معانا بربع باي أو هتطلع معاك بزيرو بوينت سبعة تمانية خمسة والزاوية بالرديان طيب المطلوب التالي تعاوز نصف القطر طيب نصف القطر احنا عندنا الاس بالساوي السيتة في الار طيب عندنا احنا السيتة جبناها بربع باي أو زيرو بوينت سبعة تمانية خمسة الاس طول القطر اللي احنا اعتبرناه بواحد من مية اللي هو واحد صمت قسمناه على مية واحد من مية مضروف في الار المجهول بطريقة الالحازبة الار هتساوي عندنا احنا هنا زيرو بوينت زيرو واحد على زيرو بوينت سبعة تمانية خمسة يطلع معنا زيرو بوينت زيرو واحد اثنين سبعة متر بعد كده عاوز السرعة المماسية الفي الفي تساوي مثلا القول الاساسي اس على تي الاس طول القواص اللي هو واحد من مية على الزمن الزمن المستغرر في طول القواص دا اللي هنا خمسة من مية هتطلع بواحد على خمسة اللي هي ثنيا من عشرة متر على الثانية في المطلوب الاخير العجلة المركزية اي سي في تربيع على ا الفي تربيع اللي هي اثنين من عشرة تربيع على الار زيرو بوينت زيرو واحد اثنين سبعة هتطلع معنا تلاتة فاصلة واحد اربعة تسعة متر على الثانية تربيع يبقى في الاول هنا نأكد على المسألة هو عاوز السرعة الزاوية السرعة الزاوية بالساوي القناة السي تعلتي هو لو دورة دورة كاملة يبقى اثنين باي والتي هيبقى زمن دوري الدورة كاملة اثنين باي ننزلها والزمن الدوري احنا هنا من هنا لهنا على طول خمسة من مية فتعدكم مرة تمانية لانهما تمان نقاط تمانية في خمسة من مية هتطلع الزمن الزمن الدوري هنحسبها تطلع بخمسة باي او بالرقم بعد كده الازاح الزاوية نجلبها برضو الامجة بالساوي سيتا على تي الامجة جبتها والسيتا انا عاوزة لازاح الزاوية على الزمن اللي هو خمسة من مية لانهما جاء لك انتقل من ام واحد لام اثنين ببعاوز الزمن الصغير بس لها خمسة من مية والطلعها بالرديان نصف القطر اللي هو الاس بالساوي السيتا في الا الاس موجودة اللي هي النصف القطر ده اللي هي المسافة بالنقطة مثلا M1-2-5-100 والإزاحة الزاوية خدناها 0.785 في R السرعة الممسية طول القوص بـ 1-100 على الزمن بعد ذلك نجيب العجلة المركزية V تربيع على R وكذا نكون خلصنا درس الحركة الدائرية حلناه من بنك الأسئلة المرة الجاية إن شاء الله تعالى هنأخذ القوة الجازبة المركزية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته